صباح الفل بحيث كده انها ممكن تفك الازمات وتفك اي صدمات وتفك حاجات كتير اوي طبعا هنكون معاكم النهاردة زي ما خالد قال انا اسماء مصطفى وخالد عليش وده اللي اشرف هنتكلم مع بعض في كل حاجة متنستوش تكلمونا على الارقام اللي هتظهر على الشاشة وكمان هنتوصل عن تريل الاسم اصل فيسبوك تويتر هنشجع كل حاجة صباح الفل عليكم صباح النور صباح الجمال صباح دايما نهار جديد صباحكم دايما تفاقل صباح الضحكة صباح الابتسامة صباح دايما كده يبقى كلنا يعني كل يوم الصبح بنصحى يبقى في حماس وقوة وعظيمة وارادة وننزل ونشتغل ونبعد عن نوشينا كده التكشيرة والحزن ونبعد عن نوشينا اي حاجة وحشة بتدايقنا صباح الفل عليكم وصباحكم دايما نهار جديد نهار جديد عليكم احنا يعني عايزين دايما الناس تبعت لنا على طول كده على هاشتاج نهار جديد لان احنا على طول بنتابع حتى يعني من تاني يوم بعد ما الحلقة تخلص على طول بنتابع كل الكلام وصفحة نهار جديد على الفيسبوك برضو وصفحة نهار جديد وصفحة النهار ون والنهار اليوم كل الصفحات دي احنا بنتابع عليها حمرت احنا عايزين ازاي على كم صفحو اigi دا دي احنا مكسرين السوشيل ميزيا جده التكنولوجيا ما خلتش التكنولوجيا دي بقى التكنولوجيا دي وبقيت عقدة بمناسبة التكنولوجيا ايوا بقى فيه هاري اليومين داول كده احنا كل فترة بيحصل زي هاري كده اوكي انا هستمع عليك النهار دا انا هستمع اليومين داول الناس بتتكلم في العالم مش بس في مصر وأه اسمها بوكيمون جو بوكيمون جو بوكيمون جو يعني بشكل بسيط كده لما يعرفش إيه هو البوكيمون هو مش بنكيمون والناس غلطت فيها وقالت بوكيمون هو من بنكيمون وقرب يروح في بوست مفالح جابين سورة بنكيمون وبيقول يا جماعة والله العظيم أنا اسمي بنكيمون بوكيمون دي لعبة بوكيمون هو كانت لعبة أو زي كرتون كان نزل من فترة من الفترات من سنة 95 تقريباً وهو ياباني وكانت فكرة كلها انها شخصيات مش حقيقية زي السنافر كده فالشخصيات دي حتى كانت جات علينا فترة كانت في الأكياس بتاعت السناكس كانت بتبقى موجودة وان انت تجمع بوكيمون وقال إيه ان انت تجمع شخصيات والكلام دا كله وصلت لسبعمائة وطمانتاشر شخصية مختلفة فانت ان انت تقدر تجمع الشخصيات دي كلها من الأكياس بتاعت السناكس زي التراشبك كده معايش صوري معرفش هل تش transplant تجاب من المحلى بتاعت اللاعب العليلة هي دي هي التراشبك نا tra Eat ما تطورت Lab كاتشو هو واحد من البوكيمون يعني هو شخصي بوكيمون دي هو الأصفر بوكيمون هو اسم المخلوق الي هو اسمه بوكيمون الكائنات اسمها بوكيمون زي ما احنا الحمد لله ربنا كنونك احنا بناء ادمين مثلا يعني زي زومبي بوكيمونيا خلد التاع الصفرة نفسها الارنب الاصفر بوكيمون هو اسم الشخصيات بيكاتشو هو واحد من البوكيمونز والله ده الواحس كان يعني زي السنافر كده شرشبيل ومش عرف ايه لكن هما اسموهم بوكيمونز انت ربت السنافر قبل كده يأ ده شرشبيل ده كان ايه صديق الا شرشبيل فالمهم هو ده اللعبة هي دي اللعبة بشكل مبسط ده البوكيمونزي ايه بقى اللعبة اللعبة بتفتح الكاميرا احنا ممكن ندخل في تفاصيل يعني اللعبة اللي انت مفروض بتاكسيسي الكاميرا انا عندي بوكيمون انا عندي بوكيمون انا ما عنديش بوكيمون لا انا ما عنديش نوع من انواع تدستس وحاجات زي كده وان هي يعني بيدخل فيها قصص بقى وحكومات بتحذر دي اشعة موجودة لا 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 بس مشروطة لا اطلع دراسة في انجلن بعت الناس قل يا جماعة خلي بالكم من البوكيمون وراح دور بتوع الاسم تحركوا لما نزلوا تحذير من اللعبة وراحوا يمسكوا البوكيمون هو بيقال يعني هو بيقال في انجلند انه هو نوع من انواع علشان بس استخدام الجي بي اس ايه بالزلطة اه فهو بيتمتبع المكان زي على فكرة فيسبوك وتويتر على الموبايل من حق انه يفتح الكاميرا ومن حق انه يشوف الجي بي اس بتاعك بس انت المفروض لما بيكون فيه ابلكيشن بيسموه بالانجليز يعني اللي هو يعني هو مصدقية عنده مصدقية فانت المفروض ما تخافيش منه كانت من سنتين نزل مثلا ابليكيشن كان يعني واهمي كده على الاندرويد فالناس نزلته على الموبايل فقالك لأ دا دا بيعرف مكانك وممكن يروح متابع بقى حساباتك على الاندرويد انت عارف انا اللي مجنيني يعني فاكر لما ظهرت قبل البوكيمون ده لعب الهيب تاعت كاندي كروش كاندي كروش قعدت في البيك لسنتين تلاتة يمكن كل الناس كبتلعب كاندي كروش وانا كتبالع فروت نينجا نزلت كاندي كروش وفيه كانت المزرعة السعيدة المزرعة السعيدة دي عملت شروع جاهزة حاجة بقى كده يعني بس دي كانت ملل ايه انا اقعد كل يوم ادخل وعمل بيت انا اقومي ملعبته انت عارف المزرعة السعيدة دي كان بيقعد كتير يقعد يزرع ايه مسنين وبيت وزراعة وحاجاته بس انت عارف بقى يعني بوكيمون صابوي اللي هو الولد اللي بيجري في المترو من تحت في الامر الجوان ده بوقت يجمع كوينز كده ايوه يا جماعة بس هي الفكر الغيزاني بس وفاق عمرارتي بغض نظر عن موضوع التجسط كنا احنا يعني خلاص الناس اللي بتلعب الالعاب دي خلاص عندها مفيش مشكلة همسلمة بالامر الواقع عارفة ان فيه جي بي اس تتبع زي ما الناس بتقول هيحصل تجسط زي ما انت بتقول من الفيسبوك احنا مسلمين امرنا لله متوقعين على الله وسعداء باللعبة هو احنا ليه ما بنفكرش في بديل اولا نستزاف كمية فلوس اه دول كسبو سبعين في المية مش طبعية الشركة نيانتك دي كسبت سبعين في المية في خلال اسبوعين من سنة باللعبة دي ان احنا نعمل لعبة بنفس الطريقة انا نفسي بجد ومسلا ننزل بها الاهرامات مادام احنا مثرين على الالعاب اللي هي الالكترونيك وخلاص ودعنا الاتاري طب ليس منعملش لعبة فيها فكر ننمي فيها الفكر تعتقدك لزي الفازل كان فيه اللعبة دي فيها فكر الفكر انك تعتقد تمشي ورا حد الفكر انه هو بيفتح لك الجي بي اس فانتي بتشوفي ان مثلا مثلا يعني انا دلوقتي افتح اللعبة في حد عنده بنكيمونتين مسلا هيعرب عنقلكوا دولوقتي خلاص خلاص هيعرب عنقلكوا يعني مثلا ممكن افتع الكاميرا فهو بيفتح حاجة اسمها الوقع الافتراضي حولي الوقع الافتراضي ده ان انا مثلا ممكن الاقي باكامون في وسطيكوا برغم ان احنا لو الكاميرا جات عليكم مفيش باكامون في دولوقتي بالضبط كده. يعني انت لازم تفاتح الكاميرا؟ لازم يكون فاتح الكاميرا وفاتح الـ GPS يعني هنا في وسط يوم مفيش بوكيمون. شايفه؟ انت شايفه معي؟ بسنا ممكن افتح هنا الاقي البوكيمون. شايفه؟ يعني انت لسنا عامله ارنين. انا عامله ارنين؟ اه اه اه. فانت الفكرة اروح انا اروح جاري. ايه ده بس ثانية واحدة خلط انت كانت تتكلم عليه بجد حاجة لعبة بالاعصاب بالدماغ. لا او بتسبب الحوادث دلوقتي. سبب حوادث. جدا. يعني سببت يعني انت عرف ان هولندا حذرت ان اتجاه خطبة شركة تنيانتك دي ليه اليابانية بتاعة بوكيمون ان هي تغير اتجاه السكك الحديد لان دلوقتي الناس بيتعدي سكك الحديد وها مش شايفة. يعني الحكومات بره ابتدت ان هي تطالب ان يتغير مصاري اللعبة علشان خاطر الناس بتعمل حوادث وبتعدي. بس هي المنتجة اللعبة اللي هي شركة نينتاندو اللي هي كانت بتعمل لنا القعب تاعد الزمان. شركة نينتاندو اه مش من حق حد انها يخطبها ان هي توقف اللعبة. يعني قانون بس هي غريبة. لها خبر قالت كده. بس هو من حق الدولة ان هي تمنع اللعبة في بلدها. وعايز اقول معلومة برضو مهمة. يعني اللعبة دي مش موجودة في مصر اصلا. يعني انت علشان تنزلها بتتحيل على التليفون بتاعك علشان تقدر تنزل اللعبة في مصر. ومش بس مش موجودة في مصر هي مش موجودة في العالم كله وغير في امريكا لان هي نزلها دلوقتي بشكل تجريبي. وفي التجريبي ده هي كسبة سبعة. بس الغريبة يخير انه لما انا كنت في اليابان كل الالعاب اللي احنا بنت بنتكلم عليها دي. حتى الاسبوكس. هم مش مهتمين بياخران. والوي والكلام ده. مش هتلاقوها موجودة في المحلات في اليابان على الاطلاق ولا في اماكن لعب الاطفال اللي ينزل لليابان مع ان الشركة اللي عملت البوكيمون ده الشركة يابانية. او هي اللي عملت النينتندو او هي اللي عملت الكلام ده كله. في اليابان اصلا. ولادهم عارف بيلعبوا ايه? كان حاجات البازل. البازل. الحاجات اللي كيها فكر. اللي بتحط الكوين كبيرة. الألعاب اللي موجودة في شارع اللي هي بتحط الكوين ده وبعدين تحاول تمسك دابدوب عروسة مخدة مش عارش ايه كان كرها ماشي بس يا الفكرة ان انت هو الفكرة كمان انه مش بتقعد تلعب خطوات كتير جدا ده الفكرة انه هو بتديك خطوة او اتنين فانت لازم تبقى قبل ما تاخد الخطوة الاولانية عشان عارف ان انت عندك خطوة واحدة بس تبقى خطواتك كلها محسوبة احنا عابنا هنا في مصر بجد اي حاجة نشوفها راجعا نقلد اي حاجة ده ايه اللي مطارقة على اليومين دول ده لبكم ان يلا خش على لبكم ان هو ايه الموضة السنة دي يبقى لازم نقلد الموضة هو ايه اللي عمل واكل دماغي الناس على الفيزي بوك وكتير يلا بينا من غير ما يبقى عندنا خطوات محسوبة عشان كده دايما بقى زي ما كداليا بتقول ان الناس اللي هي خدت قرارات بجد ان الدولة خدت قرارات بجد الدولة تقدر تمنع اللعبة ان هي تبقى موجودة على الاب ستور بتاع اللعبة بس ما تقدرش تخلي الشخص اللي هو بيفهم زيادة شوية ينزلها على موبايله ده تحايل يعني انا دوتي مثلا الاب ستور بتاعي ايجبت مصر لو انا مصر الخاصة شعف نزلها في مصر انت فعليا المهاردة ما تقدرش تنزل اللعبة ممكن في خلال اسبوع الشركة كانت وعدت ان هي هتبتدي تنزلها في دول كتيرة منها دول الشعف هي وسط لقضة 32 دولة هتبتدي تنزلها بالتدريج فانت لغاية النهاردة ما تقدرش تنزليها نفترض ان هم نزلوها الدولة من حقها تمنعها على على الستور بس انت لغاية النهاردة وهي ممنوعة وهي لسا ما جاتش في ناس بتنزلها على الموبايل بس هار الليتت بالفيسبوك في حاجة؟ لا خالص دي ما لهاش علاقة بالفيسبوك خالص خالص انت بس ممكن هتربطيها عشان تقولي اننا يا جماعة انا جبت سكور كذا في اللعبة وده يعتبر ربط مش مهم خالص لا الكوميدي بقى في القصص اللي مرتبطة ببوكيمون دلوقتي لك واحدة مثلا حامل قصص واحدة حامل في انجلند وهي حامل جزها بدل ما هي بتولد يمسك ايديها ويعني خام وهي بتولد يمسك بوكيمون وهي بتولد او الله تعطيرها قصص واحد تاني هجم عليك طلقني دلوقتي بص القصة بقى واحد تاني واحد هجم عليه ضربه في كتافه بسكينة بدل ما يعني يطلب اسعاف او يروح يستنجد فقدماشي بدمه وماشي وورا بوكيمون ده الهوس ده الهوس ده الهوس ده الهوس ده موجود برعة اذا انا قلتلك دلالة في الدماغ في حوادث كتيرة جدا حوادث السير بقى وفي استراليا اكتر يا جماعة هي دي هدو بالحرب لا ده فيه الطفلين 16-17 سنة شباب نزلوا تحت حقل الغام بسبب موضوع بوكيمون ايوة لان هو عايز يدور عليه ويلاقيه فبيجري ورا في اي مكان بقولك حوادث السير بتيجي ازاي ان هو مسلا شايفه الناحية التانية بسناشا الانشارة انها هنجفين يا انا بس شفتها بس شافت فكرة اللو انت عارف انا هاخد محمد من الجيزة نسأله على الموضوع ده يا محمد سبع الفل يا محمد سبع الفل عملي يا محمد سبع الفل سبع الفل سبع الفل يا محمد قولى يا محمد تبكيمون ده انا كنت تكلمتوك من موين عن موضوع المحاكات والله اه 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 وقلتلي ان كامرات معك بالصراحة لا ادتعيش لان انا اصلا زي ما بيقول خالصا مش موجودة على الاب ستوري بس انت ام ادتعيش عشان مش موجودة او انا ملاتعش عشان خفت عشان تجسس وتتبع وخيال وكده مش مستهوي اصلا الجيمز عالموبايل والله يا اريح تهلعوا الجنب يا محمد لا بس يعني كنت بكلم ان انت كنت تقولي في اليابان اصلا ما بيبعوش لا خال خال بقى ان هم هم اللي بيعملوها هم اللي بيعملوها انا عايز اقولك ان انا نزلت لما يعني كنتم مفادة من قناة النهار بنغطي زيارة الرئيس عفتاح سيسي لليابان وبعد كده على فعاليات الزيارة نزلت مكان اللي هو اكا هابرا ده في اليابان اكبر سوق الالكترونيات واشهر سوق في اليابان ممكن تلاقي فيه من اول اللامبة والفيشة لحد زي ما انت عايز والله يا محمد ولا جيمز واحدة ولا جيمز واحدة حتى للاطفال اللي هي كبيرة ان انت حتى لو عايز تعمل الاشكال المقاتلون والمدمرون والكلام ده خالد انت اللي بتركيبها بنفسك مقسات كبيرة جدا كبيرة وقطع صغلنانة جدا جدا يعني زي الليجو كده واضغط اللي انت اللي تجمع حتى الشكل بتاعك لأ خليت بقلي يرد عليك في الموضوع لأ بص اقولك على حاجة محمد انا كمان بلعب بس انا ما ملعبش بلاي ستيشن بلعب اكس بوكس نفس الفكرة بس انت لازم تخلي لنفسك اوقات لللعبة يعني ما ينفعش ان انت تلعب اللعبة على طول يعني انا اقولك على حاجة من غاية النهاردة كبير وشاحت اهو بس انا بحب بلعب الالعاب اللي هي بتاعت ان انا اركب حاجات في بعضيها واروح جايب اللي هي الليجو واشكالها بس انا بحب بلحاجات اكتر بس انا مش بازل قوي يعني مش جوي بقى اللي هو اركب فيله واستنى الزلومة يعني انا اكتر عارف اللي هو بتركب عربية بالميكانيكا بالمصامير بمش عايف ايه دي لعب بتتباعه ومش غالية في حاجة زمان كده والغاية النهاردة على فكرة موجودة في المحلات يعني الغاية النهاردة دي موجودة واي حد بالمرة فيها فكرة برضو الضامنة الشطرانج الشطرانج دي لعبة عالمية يعني بيتنمي الزكاة وفيها بيقوم عليها يعني بس حد التكنولوجيا عالمية بس يعني بالمرة كده يعني نستغل الموضوع اي حد عنده اطفال صغيرة صباح الفل عليك يا محمد شكرا يا محمد صباح الفل من السنة ونص السنتين لا وانت نازلت اشتري له لعب اه اشتري له اللي هي اللي هايفة والدبدوب والكلام ده كله بس مع ده اشتري له بازل يكمل حاجات انت عارف هامر بيتش اشتريد لا يرى كده ممكن شوية يفكر فيها وميكبر شوية كلمات متقطعة ايوة بس يا جماعة الفكرة انا يا محلية كلمات متقطعة اه ايه اديمه صار يا محلية اتلاقي واحد مسك ايه بعد اسمك هو كلمة بتبتدي بحرف لا عاصمة مصر ايه طب والله العظيم ربنا يرجعها ربنا يرجع الأيام دي لأنه بالوقت بقينا نركب الأوتوبيس نلاقي كل واحد حاطت ويشه في التليفون آه لما كنت تسأل واحد عاصمة مش عارفة إيه ولا بلد إيه على أقل كل ما نزود بعض بالمعلومات يعني الشطرنج ده بالذات اللي نزلوا إلكترونيك يعني إيش شطرنج يعني الطاولة بس يا نفس الفكرة الطاولة فيها فكرة برضو صح؟ الطاولة فيها فكرة؟ أنا مش حاجبني طاولة تفكر الغي أنك سأتتحرك تعالى لعيدني 31 بقى طب أحمد طب ثاني قبل الـ 31 ناخد أحمد طب أحمد محبوسة طيب؟ أحمد طب رجع لنا تاني أحمد يعني بص أنا عايزة أسألك سؤال أتفضل يعني دلوقتي بجد والله عظيم عشان أنت خبير بال مش قوي يعني يعني مطلع مواكب الأستاذ خالد عليش الخبير الألعاب بزرق بقرينه آه يعني فكرة بجد يعني أنا عايزة أقولك على حاجة أنا أنت عارف أنت وقفت كاندي كراش دي بجد والله العظيم بمنتهى الصراحة ومنتهى الأمانة كاندي كراش دي أنا عادت ألعبها وكنت سعيدة جدا جدا أن أنا بوصل لمراكز متقدمة وحاجات كذا فرحانة زي لحد ما اكتشفت والله بجد يوم كنت قاعدة اكتشفت أن أنا وجوزي كل اللي إحنا عاملين نعمله طول الفترة اللي إحنا عادين فيها أجهزة نحن ديبعت لايف لبعض بالضبط كده عشان نكمل اللعبة أيوة فبصراحة خنأتك حتلاقي نفسك بوصل للمرحلة وحاسدت أن هي إيهيه الحياة اللي إحنا عايشين لديك لا وتوصل للمرحلة من الإدمان أن أنت ممكن بجد بجد أنه أنت في الحمام ممكن تروح بمسكة الموبايل لا أنا لأ ليه ما أستغل الوقت لا أخلي بالك بعد كما أنا في المطبخ بعد محاجة لا أنا أستغل الوقت لا دا أكتر من كده وما فيهش إبداع وفكر نصيبك يا داليا من الإبداع والفكر كمان جمد على الايباد. خلص الهي في الموجود على الموبايل ادخل وحيات ربنا. وبعدين قلت ايه ده? هو ايه اللي انا بعمله في نفسي ده. ادمان بقى. وايه الهبل والجنين اللي انا فيه ده. قررت ان انا امسح اللعبة وما نزلش الالعاب تاني على الموبايل وماهما يجيلي انفتاشن ليه على الفيسبوك وكده والكلام ده. ما بصرش للعبة دي اصلا اني لقيتها مضيع للوقت. والفلوس. ومدمرة لحياتنا. وبتشد الاعصاب وبتلاقي نفسك في الاخر اصلا قاعد تلعب كانت دي كروش دي مفيش اخر. كان في اللعبة بتخليك ايه? لا حدد الهدف. فاكر اللعبة بتاع الزمان دي كانت والله فيها نوع امام فكر اللي هي بتاع تلمية اللي تنقل الحلقة من اليمين للشمال. ايوة. دي كانت فيها برضو ايه? زبط ايه كده هو. ايوة ايوة. فاكر اللعبة البيضة. ايه? اللعبة البيضة. ايه اني واحدة دي. بس كان فيه لعبة كانت تجاب مديليا صغيرة بيضة. اه. عفاك. والفكرة ان انتي تكبر الكاتكوت اللي في البيضة دي. ايه. كانت ايكترونية يعني. عفاك. لا دي مددش علي. لأ. افاكت بتاع المربعات. والمربعات. دي قد لاتي. على فكرة دي لعبة مهمة جدا. جيد. اللي هي ان انت تقعد ترجع ترجع الويني المربعات مع بعض. وعلى فكرة اتحداكن للناس اللي شطرة جدا جدا في التكنولوجيا والكلام ده. والبوكيمون والحاجات اللي احن على فكرة اللي شرعة. تكون عندهم سرعة اداء وسرعة بديهة. يعني خلي بالك البوكيمون والكاندي كروش والكلام ده يا داليا بيقتل سرعة البديهة. عند الشخص لانه خلاص. هو بيتعمل مع ايه. خليلا نتحدث تفكر سرعة في اسم البلد والجماد ايه. سعيد صباح الخير يا سعيد. يا سعيد. ويا سعيد. برنامج بحاجة ارجع لينا تاني. ارجع لينا تاني يا سعيد. برنامج بوش على الفيسبوك يا خالد. عشان الناس آآ مبرحة. طيب انت قري من فيسبوك ونهارة من تويتر. النهارة من صفحة آآ نهار جديد آآ آآ عن فيسبوك. طيب يعني انا انا بتدي من اين? انا هبتدي انا من صفحة النهار وان طيب. انا هاخد النهار وان وده اللي هتاخد نهار جديد وخالد على آآ تويتر. النهاروان محمد صابر بيقول بخصوص موضوع البكمون أولا اللعبة بتعتمد على الحركة وهي بتعتمد على الواقع التخيلي لحكاية التجسس دي هبل ولو فيه تجسس يبقى يعني ده لحساب الشركات عشان تحصل نفسها مش أكتر وإحنا ممكن نعمل لعبة عربية أو عالمية زيهم مش نخاف أو نمنعها على فكرة إحنا ما قلناش كلام ده إحنا قلنا خطورتها تستحق أن أنت تمنعها لأنه ما فيش رقابة لكن إحنا يبقى عندنا لعبة عربية إحنا بالعكس مؤيدين بتدي صمم لعبة واللعب المعتمدة على فكرة التكنولوجي الخاصة بالVR أنا مش عايز أدخل في مصطلحات كتير لا خوشي طب قلنا فاهينا الVR دي لها الواقع الافتراضي دي لعبة موجودة من زمان بس اللعبة دي نكحة لأن هي أيمة على فكرة شخصيات إحنا جيل كتير بيحب اللعبة دي تحديدا وسوبر ماريو على فكرة هيعمله برضو لعبة شبه طب ناخد عبد الرحمن قبل التلفم ما يعني نشوف هنوصل لحد فين أنا هروح بعد كده يا عبد الرحمن صباح الفل عامل يا عبد الرحمن الحمد لله كله كويس تمام الحمد لله قول يا عبد الرحمن اللعبت بوكيمون لا ولا فكرت تدور عليها لا لا ما أصلا أنا من نوع اللي ما بلعبش اللعبة من قبل ما يعني أعرف جايا منين والحاجة دي مرابو عليك بس أنت إي رعاك في الكلام اللي أنت بتسمعه عنها يعني أكيد بقى أنا مثلا أسبوع أو العشر تيام من ساعة العيد وهي اللعبة نازلة بره الناس كلها بتتكلم عنها وفيه ناس حاولت فعلا أنها تنزلها على الموبايل أنت لما بتسمع الكلام ده أنت شايف إيه بقى يعني السيناريو اللي أنت تخيلته شخصيا إيه هو الغريب برضو أن بعملوا إحصائية أن مستخدميها تعدوا وستخدمي تويتر حول العالم في أسبوعين صح فدي برضو حاجة تقلي فجربت أخش وأشوف بتتلعب إزاي وكده بس يعني لسه ما معت بقى أن فيه تدسس وحاجات دي فقلقت سميت شوية لغاية ما أشوف إيه اللي هيا طب عبد الرحمن ألو أسمعني عبد الرحمن برنامج بحرف النون نهار جديد الله عليك يا عبد الرحمن شكرا عبد الرحمن صباح الفل بينامني هو بص يلي بنساعد على إيه التفكير أحمد صباح الخير يا أحمد صباح الخير أه ده أحمد معاني التليفون طيب أحمد صباح الفل صباح الخير يا أحمد وفتح التلوزيون فبي أحمد رجع لنا تاني طيب نكمل الفيسبوك مهند المصري بيوصة بحل وردة أسماء خالد داليا نهاركم نهار جميل وبحب أصبح على أحلى أصدقاء لولو وميمو مهند بيصبح عليك يا لولو انت وميمو عندنا في محمود سطار في كلمة حلوة سبع الخير يا خالد وأسماء ويا داليا إحنا كأمهات مش محتاجين بوكيمون أصلا نجري وراه إن أصلا بوكيمون أي من بواجب بوزير اسمهاي؟ بوكيمون لا اللي بعتها الرسالة هي محمود سطار بسيزر بعتها من الأكاونت جزا والله يعني يا بصي شوفي ربنا يصبرنا ويقوينا مش هقولي جرح تجري وراهم في الشقة استغماية طموح لكم نلعب استغماية 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 على أقل بتفكري هتستخبي فيه استغماية استغماية اللي سكيل بتاعها صغير إنتي بتجري في الشقة أو بتجري في الشارع أو بتجري لكن بوكيمون ده إنتي بتجري متخير إنتي بتفتحي خريطة أي ما بقولك نلعب استغماية يعني أصد يعني نرجع للألعاب الأديمة اللي فيها فكره أوه ببساطة نأخذ نادا مقاهرة نادا 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 صباح بتاعت القافة نادا أيوة نادا صباح خير صباح الخلد عليك عملك إيه أتكر لكم قوي على الصباح الحلو اللي لم تستدوزون بيه بس كنفتي بحاجة كنفتي بقى جوزي موجود عشان يسمع كلمات الصباح الحلوة دي جوزك بيلعب بوكيمون ولا إيه جوزي وولاذي وكل يا نهرب يتشوفتي وربنا حسيت بيكي بس أنا عايز أقولك على حاجة نادا أنا جيت وقفتي مع جوزي وقفة بقى جامدة جدا قلت له يا أنا يا البوكيمون لا أنا بقولك أهو ما كانش فيه بوكيمون ما قلت لهش يا أنا يا البوكيمون لا قلت له بص إحنا اللي اتنين هنشيل كاندي كروش دي من على الموبايل خالص ومش هنلعبها أنا فكرت الحاجة الأبعد من كده شوفي هم بوصل بيختراه لإيه قولين يا نادا أقولك من اللعبة أنا بفكر إزاي واحد وصل إنه يخترا حاجة زي كده ويبقى كل الناس دي وراه وبعدين بحس إن من الاختراعات دي أكيد في حاجة هتبقى فايدة ليهم يعني عارفة أكيد هم بيكسبوا بكسب فلوس هم كسبوا سبعة وستة من عشرة مليار دولار في إسبوعين يعني لسه بقيت حتى الوقت حاجة صغيرة فكروا فيها جابوا قدية بس يا نادا خدي قرار يا نادا ويلغي الكلام ده من البيت يا نادا ده وقال خدي ده ساعات بيروحوا بدري يعني يبقى مثلا واخدين الأخين ونزلين خارجين بيهم يبقى واحد عايز يروح قبل التاني عشان يوصل البيت يلعب ردوة مخرجة البنات بتقولك ما تتفعيش تراك النت في البيت فعيش بالظهر وانا هعمل ايه بقى؟ هجينا هاتي نقوز مش اكتر يا نادا والله العظيم نادا نادا عايز اقولك على حاجة الناس انا معليسي انا بتأسف انا الناس يا اسم اللي معيكو بس انا دايما انا اسميه اللي بكلمك وزملتي داليا عشرف وانا خالد عليش اه خالد عليش ده بقى دايما انا اسميكو هين اه 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 ليش عارس ليش عارس انا انت على فكرة ده مش انا الواحد ده كل الناس اللي ما باجي اتكلم عليك مثلا في حاجة بيقولك اه ليش عارس اه ايوه عليش بزبوط صح صح بس اوه ما بيزعلش هو اوه بيحب الشخصيات اه لا احنا عارفينه بكده انا معرفش بقولك اسمه الحقيقي معرفش خالد عليش وفكرة كواز اقوض الشعر وبالبرجيت بالى دفائر اللي كانت عجم بيه واحد رقاصهم بس تجن يهودي يهودي انا ده نا فكرة كلماتي متقطعة انا بس شكر لكم جدا اوه لا ربي خليك يا نادا انا فكرة كلماتهم متقطعة يا نادا انا فكرة كلماتهم متقطعة يا مستفى صباح الفن يا مستفى مستفى مستعمق عليك يا أسماعة وانت وإستاذ خالد عليش مستاذ داليا صباح الخير عليك يا مصطفى صباح الفل كنت عايز أكلم بخصوص لعبة بولا يفتور اللي هي بليارد حول العالم اللي اسمها إيه معلش بليارد حول العالم بليارد حول العالم بولا بليارد حول العالم آآ آآ عارفها طبع اللعبة دي اللعبة دي فعلا من كانت تتوصل بها لحد الجنون كنت عايز فعى فلوس يجي 800 جنيه اشتري جهة ايميلات يعني كل ده عشان اشتري فيها عصيان وكده اللعبة دي بجد يعني اسمها يا مصطفى بتشتري 200 جنيه عصيان يعني لا بوس هي يعني جوة اللعبة عصيان هي بليارد حول العالم خلينا نفاهم بس عشان اللي مش عارف انت بتتكلم عنها يا مصطفى هي اللعبة ببساطة هي لعبة بلياردو بلياردو عادي جداً كان هي بنلعب بلياردو بس هي موجودة على الانترنت فانتي علشان بتقداري تشتري زي ما كنت بتشتري كده لايف على الكاندي كاش هتدفع 200 جنيه عشان تشتري عصيان عشان تاخدي محاولة يعني العصيان تتكسر يا مصطفى في اللعبة هو بيخسر يعني هم تتكسرش دي عصيان قوية يعني اكسرا يعني نفس فكرة المزرعة السعيدة ونفس فكرة كده عشان يقدر يعني مرحلة تانية جديدة عشان يقدر يلعب كويس 800 جنيه يا مصطفى اه او في 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 لا دي ايميلات معروضة للبيع في عصيان بال في عصيان بالعصيان بالعالية جداً بسوصل لا ثانيا ثانيا واحدة يا مصطفى يعني انت لما يبع عندك عصوية قوية بتاعتك دي تدرب الكرة بسرعة تقدر انت كمان تبيحل واحد تاني؟ بالزبط ولا انا فاهم غلأ ده بيزنس صح؟ طب يا مصطفى انا مبسوتة جداً طب يا نحق ليك forwards شكراً يا مصطفى يا مصطفى اه من الناس بتختفي ولا من الناس منبخ ذلك ماذا دي عليك يا مصطفى همut شوGen اه تسمع اللابة البوكيمون اه دي حاجة غريبة قوي لعبة المفروض ان انت بتنزلها في أبليكيشن والمفروض ان انت بقى بتقاط تدور في اي حتة ببرا الشارع في اسم في عمارة ثانية الله يا متاشر انا بقى لحوالي اسبوع كده عاملة تحييات جامدة على النيتو في مبيعات في العالم جامدة الله سمعت ان هي لعبة ماشية مع التقدم والتكنولوجيا بس الاسف بسوق دلوقتي استخدامها ان انت ممكن تخش توصل اللي انت عايزه في اي جهة معينة بيها ان انت ممكن تجسس تخش توصل للاقيها مرحلة هي ميزا هي يعني هي لعبة جرافيك لذيذة طريفة من الالعاب اللي مش شباب بتلعبها والأخبان بس في نفس الوقت هي خطرة لان هي فوجة نظري التتبع بالسمرار الموبايلات والكاميرات بالسمرار لعبة ايه؟ البوكيمون البوكيمون طبعا ان في حاجة مثلا في التلفزيون النهاردة في حاجة معارضة سياسية وكده تمام بس طبعا لا بغلب طبعا بوكيمون ايه وبوكيمون ايه؟ اسكنا مش عارف انطقها احنا منوت شعبك فريدة ربنا لو هاد قال لك الحاجة والنبي في بوكيمون بس تحت رجالة يقول انت عمراتك كده هتم معي والله هاد يقول له انه لان انا عاد في مكان مفتوح المكان المفتوح المفروض ان الطبيعي فيه ان انا يعني فيه كاميرات في المطعم فمش هتيجي على البوكيمون ايه طبعا انا حاولها اديله باسور دلو ويفوه عشان ايه عارف ده هو انه يفتع الجي بي اس ويدور براحته اوه كخطيبي يقوله في بوكوم ان ايه بس انا اقوله اه ده فيه واحد تحت انت سايف هو اجيه ده اوكايد عادي هيا كينها تبقى المهمة زال عصر المكان اللي ما تتخيلش البوكيمون يخش او ما تتمناش ان هو يخش في البيت طبعا انفاء يعني الانفاء اممكن الشبكة ما تكونش لقطة جابت مجعش هنا خني حنكم يجب وقبلنا خلت تصروف العمل التقرير ده طبعا وقالك دلوقتي رد وقالت كلمه البوكيمون في البنطلون البوكيمون في البنطلون انفاء انا مش مثال بلدي شرح مبسط هو ده فكرة اللعبة فكرة اللعبة انت بتضور علي بوكيمون ان وامية مش موجودة زي ما مشما كان يدور علي البوكيمون ا...?) جوةileri dunno لكن هو دخل جوة البنطلون وهوك اوكايد رенийكي مزر الضرmbان بوكيمون انت عارفة في فيديو مش هسأل السؤال مش هسأل السؤال مش هسأل السؤال بس في فيديو منتشر في أمريكا في سنترال بارك سنترال بارك كان سعيدة على فكرة بس أفيدني معلوماتك لأن أنا جهلة جدا أنت أعرف لا لا الناس كلها بتجري لأنه هو في حاجة بقى في ميزة إن برضو دي معلومة مهمة إن لو مثلا أنا فتحت موبايلي وأحمد من هنا مثلا فتح موبايلي فإحنا الاتنين بنبص على نفس الاتجاه احنا الاتنين هنشوف البوكيمون في نفس المكان فتتخنقو؟ فنتخنق لي أن أنا عايز أروح وهو عايز أروح هو أنتد البوكيمون بتاعنا ممكن على وشها ممكن على وشها لا ده بجد لا مش على وشها يابني افرد الولاد افرد الولاد عملوه بحزار مثلا كان في الشارع فرح مخلي البوكيمون ده على وش بنته أو على شعرها أو مش لازم دلي ربنا ينجيها يعني حد تاني فيروح مضروب ألم ولا مشدود من شعره ده تحرش الفكرة انت بتقربي منه وبالكاميرا بتلقطي يعني هي هفر تلاتة اربعة بيدور على شخص واحد هو ده بقى الفيديو بتاع سنترال بارك سنترال بارك في امريكا كانت ناس كتيرة جدا اتجمعت لان هو يلاقوا بوكيمون اللي هو شخصية منهم مشهورة اللي هي ما بتلاقيهاش بسهولة فاكرة الجدون بتاع العجل ازي نمس الفكرة الجدون يعني احنا سغير يعني ده ممكن مثلا يعني قدر الله نلاقي شخص مثلا فا 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 حاج عايب ولا؟ يعني في حمام مثلا سيدات يعني انا مش فهم لو وصل الهوس عندنا انا ما اعتقدش ان الهوس عندنا في مصر هيوصل للمرحلة دي الهوس لو وصل عندنا للمرحلة دي ممكن نلاقي بس الحمد لله اعرف اللي هو انت لونك الاساس ايه علي حسن بقوله ان عندنا فاصل انا اتمنى بقى ان ما يحصلش بقى ان لاي بقى ايه مثلا ايه حد ماشي في شارة كده بيلعب بوكيمون اللي هو حد اتلاقي رضوة اينا جنبين لا ونفسه يغلس على واحدة ولا حاجة علي هلا يا بنتي انا مصيبت اكبر من كده فيجي قولها تقوله انت بتكلمي ببصلي ليه لا لا اصلا انا بدور على بكلم البوكيمون بكلم البوكيمون انا ما كلمتكيش انت حضرتك مع كستكيش والله العظيم يا ربي نجينا يا رب فاصل وهنرجع ان نكمل معاكم نهار جديد او حد يدور على البوكيمون خلي بالك وانت خلي بالك يا صباح الخير يا صباح الخير يا اللي معانا ولسه مكملين معاكم في فقرات نهار جديد فقرتنا دلوقتي مع الاخبار ويحدد في مصر اول خبر معانا النهاردة ان يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة لهذا العام بمقر اكاديمية الشرطة وذلك بحضور وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار ومن المقرر توزيع الانواط العسكرية لأوائل الطلبة طيب معانا مدخلة معانا الاستاذ محمود عبدالراضي رئيس نائب رئيس قسم الحوادث بيه بجريدة اليوم السابع طيب اه تاني معانا الاستاذ او اللواء استاذ محمود عبدالراضي الاسم لسه بيبلغوني به نائب رئيس قسم الحوادث بيه اليوم السابع صباح الفل على حركة فندم صباح الفل يا فندم مع حضرتك كنا عايزين نعرف بها من حركة تفاصيل الموضوع ده يعني يا فندم نعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي بيشهد الحفل السنوي اللي بتقيم وزارة الداخلية لتخريك دفعة جديدة من أبناء كلية الشترطة هذا العام يتقرد نحو أكثر من ألف طالب فينهم عدد من طلاب الطباط المتقصدين فينهم أيضا عدد من الطلاب الوفيدين الذين يدرسون في مصر من عدة دول سواء الدول الإسرقية أو دول عربية شقيقة بيدرسوا في كلية الشرطة الطلاب أسموا دراستهم ودرافوا تجربات أما على كيفية مكافحة الجريمة الألكترونية والجريمة الجنائية والجريمة السياسية وأصبحوا مؤهلين للعمل في المواقع الشرطية كمان تلقوا تدريبات وغرش عمل في الأيام الأخيرة على كيفية احتراف حقوق الإنسان سواء داخل المواقع الشرطية أو خارج المواقع الشرطية اللافت للانتباه يا فندم هذا العام إن معظم الطلاب سجلوا الرغبات الأولى للعمل في فيناء رغم وجود الإرهاب هناك ومكافحة الدولة للإرهاب الطلاب أكدوا رغبتهم في ذلك للسقر لرغمالئهم الذين استشهدوا وأكدوا أنهم لن يكون أقل وطنية من الذين سقطوا هم يدافعون عن الوطن أكدوا أنهم منذ بداية عملهم في الشرطة أنهم سيبحثون عن الردبة الأعلى والردبة الأسمى في ميزارة الداخلية وهي ردبة شهيد من المقرر اليوم أن يتم تسليم أنواط الامتياج والشجاعة من الرئيس عبد الشاح السيفي لأوائل هذه الدفعة من المقرر أيضا أن يقدم طلاب عروضا قتالية عما تعلموه داخل كلية الشرطة تظهر المهارات التي كسبها هؤلاء الطلاب خلال أربع سنوات من الدراسة أيضا سيلقي السيد وزر الداخلية كلمة توضع فيها دور جهاز الشرطة في الإحفاظ على أمن وإستقرار الوطن أيضا رئيس أكاديمية الشرطة سيقدم كلمة يستعرض فيها ما يتم دراسته داخل هذه الأكاديمية أكاديمية الشرطة التي تعد أهم أكاديمية في منطقة الشرق الأوسط طبعا يا فندم إحنا عتدنا طبعا أن أبناء الشرطة والجيش دايما عندهم الشجاعة وعندهم أنهم يحبوا بلدهم أنهم يفقروا من زملائهم بس يعني شايف أن حرارك ده بقى توجه دلوقتي لكل أبناء الشرطة بالفعل يا فندم هناك روح معنوية غير عادية روح معنوية مستفعة سواء للعملين في إتجاب الشرطة الحاليين أو للطلاب الجدد الذين سلتحقوا لحقق في المواقع الشرطية الكل مؤمن برسالة واحدة ورسالة أن اتفاع عن الوطن والزوج عن الوطن وأننا كلنا في معسكر واحد لإتفضي للإرهاب الذي يحاول دائما النيل من هذا الوطن في ظل المشروعات الكبرى التي يطلقها الرئيس على الفتاح السيفي ليحاول هذا الإرهاب الذي يحاول يعني عرقلة هذه الأسنية كهذا الشرطة وأبناء الشرطة مدنين برثارتهم ومدركين لحضور ذلك يحاولون أيضا استلاحهم مع الشعب للإستعداد لهذه المواجهة بنشكر حضرتك الأستاذ محمود عبدالراضي نائب رئيس قسم الحوادث بجريدة اليوم السابع طبعا يعني زي ما قال كده أستاذ محمود عبدالراضي أن دول يعني ولاد الشرطة ولاد الجيش اللي احنا اعتدنا عليهم دايما عندهم حب البلدهم وعندهم دايما الشجاعة وعندهم ما فيش حاجة اسمها أن أنا يعني أفكر في نفسي ولكن هم عندهم رسالة وعندهم عقيدة عقدتهم دي هي البلد دي والحفاظ وحماية هذه البلد خبر التاني اللي معانا النهاردة بيفتتح الكاتب الصحفي ووزير الثقافة حلمي نمنم فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان القومي للمسرح دورة نور الشريف في الثامنة مساء وينطلق حفل افتتاح المهرجان على المسرح الكبير بدار الأبرة المصرية بحضور المخرج ناصر عبدالمنعم رئيس المهرجان وعدد من رؤساء قطاعات ومؤسسات وزارة الثقافة والمسرحيين والإعلامين كمان بتستكمل محكمة جنح المطرية محاكمة تسعة الشرطة في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التعدي بالضرب والقول على طبيبين بمستشفى المطرية واحتجازهما دون وجه حق كمان بتستكمل محكمة جنيات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرى إعادة محاكمة 156 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بمثباحة كرداسة كمان بيشارك وزير التموين خالد حنفي في مؤتمر الأونكتاد المنعقد في كينيا ومن المقرر أن يلقي كلمة خلال المؤتمر بعد توجيه دعوة خاصة له من سكرتير العام للمؤتمر كمان بيستضيف مجلس الأعمال الكندي المصري والمجلس المصري للتنمية المستدامة برئاسة المهندس معتز رسلان وزير المالية عمر الجرحي في ندوة تحت عنوان السياسة المالية بين محدودية الموارد وطموحات المستقبل كمان بيفتح اليوم باب التظلمات للدور الأول لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية على أن يستمر التقديم لمدة شهر على أن يلتزم طلاب كل منطقة من المناطق الأزهرية بالموعد المخصص لهم طبقا للجداول الموجودة في المعاهد الأزهرية كمان منتدى المستقبل للفكر والإبداع بينظم في تمام الساعة السابعة مساء ندوة لمناقشة رواية شريط الحزد الأبيض للكاتب الروائي دكتور شريف حتاتة في مكتبة البلد أمام الجامعة الأمريكية بالقاهرة كمان بتعقد دار الخدمات النقابية والعمالية في أتلي القاهرة مائدة مستديرة حول قانون النقابات العملية وذلك هيكون الساعة الخامسة مساء بيشارك في النقاش بعض أعضاء البرلمان وممثلوا النقابات والاتحادات المستقلة والقيادات العملية وخبراء قانونيون كمان إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان بتنظم اليوم منتدى للحوار الوطني تحت شعار بقوة شبابنا تحية مصر وذلك بمقر الجامعة كمان بقى النهاردة المتحف المصري بالتحرير بيستضيف في العاشرة صباحا الملتقى الأول للاكتشافات الأثرية لمنطقة أثار البحيرة من خلال أعمال البعثات المصرية كمان بتنطلق قافلة دعوية توعوية لعلماء الأزهر الشريف إلى محافظة الإسكندرية حيث تقوم القافلة بعقد عدة لقاءات فكرية وحوارية موسعة مع الشباب منها لقاء بشباب جامعة الإسكندرية بحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب الإدارة العامة للموهبين والتعلم الذكي بوزارة التربية والتعليم بتنظم دورة تدريبية عبر شبكة الفيديو كونفرنس حول اكتشاف ورعاية الموهبين من دوي القدرات الخاصة بتتضمن تعريف الموهبة والموهبين والخصائص العامة للموهبين والمبدعين ومجالات الموهبة تحت رعاية الدكتور الهلال الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كمان بيقيم أتليق القاهرة في السابعة مساء ندوة لمناقشة المجموعة القصصية عسل النون للقاص والراوي محمد رفيع كمان بيستقنف فريق بقى المقاولون العرب تدريباته الجماعية وخوض فترة الإعداد للموسم الجديد بدءا من اليوم بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون منذ انتهاء مباريات الذئاب بمسابقة الدوري الممتاز تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات معرض النخبة العقاري والذي يستضيفه مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 19 ل23 يوليو الحالي كمان فرقة ورشة الساقية بتقيم النهاردة على المسرح مسرحية خيال حلمي وذلك على مسرح الحكمة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بساقية الصاوي كمان محافظة الدقاهلية حسام الدين إمام بيستقبل اليوم المواطنين الراغبين في عرض مشكلتهم وطلبتهم في إطار اللقاء المفتوح وذلك بقاعة اجتماعات بدوان عام المحافظة بحضور القيادات التنفيذية بالدقاهلية كمان مركز إعلام المنصورة بينظم اليوم ندوة تحت عنوان تنشيط السياحة الداخلية وذلك بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية بمدينة جمسة طبعا بكده بتكون خلصة أحداث يحدث في مصر النهاردة اللي بتتنوع ما بين أحداث فنية وأحداث رياضية وطبعا اللي على رأسهم طبعا حفل تخرج طلاب كلية الشرطة اللي حيشهدوا اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي طيب كده بقا نروح بقا نشوف الطقس نشوف النهاردة هي أخبار الجو ودرجات الحرارة معنا القاهرة 36-21 الإسكندرية 31-24 الإسماعيلية 36-21 بور سعيد 28-24 السويز 37-22 الغردقة 34-28 شرم الشيخ 34-28 مرسى مطروح 30-24 لؤسر 37-22 أسوان 38-24 الرياض 44-32 دبي 41-35 عمان 36-23 بيروت 28-23 تونس 29-21 واشنطن 33-22 موسكو 26-20 لندن 29-16 باريس 30-17 روما 36-20 وزي ما احنا شوفنا كده النهاردة القاهرة 36 يعني درجات الحرارة قلت حوالي 3-4 درجات وده اللي كان يعني معانا فيه مدخلة دكتور أحمد عبد العال فيه رئيس هيئة الأرصاد الجوية قال إن أيام المقبلة حتشهد انخفاض فيه درجات الحرارة بحوالي 3-4 درجات ولكن المقياس هو دايما يقول لنا إن المقياس مش بدرجات الحرارة تحديدا في فصول الصيف اللي هي شهر 7-8 بيقول دايما كده دكتور أحمد إن المقياس بدرجة الرطوبة ومعانا الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية صباح على حضراتك يا فندم وديني أهو حفظة كلام حضرتك صباح الفل على حضرتك صباح الفل وعلى سيد المشاهدين وأهلا بالقناة الجميلة للقناة النهار زي حضرتك يا فندم أهو كلام حضرتك أهو يعني على طول بنستشهد دي ويعني عايزين نعرف بها النهاردة إيه الأخبار النهاردة من الجو أدواء الجميلة جدا ويمكن المستشارين بها من مبارح آآ نسبة الرطوبة قلت عن الأول بحوالي عشرة في المية آآ درجات الحرارة محططت ما بين درسين إلى ثلاث درجات على أغلب أنحاء الجمهورية فبالتالي التقسم وتدل الحرارة على السواحل الشمالية آآ ماء الحرارة راتب على الواجهة البحرية وخيرة حتى شمال السوايد وإن كان حر على جنوب السوايد وخلي بالحضرتك نحنا كنا دايما نقول شديد الحرارة على جنوب السوايد نعرض بنقول حر على جنوب السوايد لأن النقاطة الانقفاض فعلا مبين من درسين إلى ثلاث درجات على أنحاء الجمهورية مع نسبة الرطوبة انخفضت حوالي أكثر من عشرة في المية على أغلب أنحاء وبالتالي الجو فعلا المستشارين الجو لقيد كده طيب في موجة حر هنمر بها الفترة القادمة ولا لسه مش باينة لا إحنا لحد دلوقتي على الأقل حتى نهاية هذا الأسبوع على الأقل الجو يعني الدرسين اللي نزيتهم ممكن ترتفعهم حتى نهاية الأسبوع بالتالي برضو ما هنواش مش هنحس بيهم برضو لأنهم ايه درقتين أو درقة مش كتير يعني فلكن جوه السمادي يعني نعرضة للقاهرة جيب 34 35 الحد داخل أسبوع مش هتزيل عن 36 37 يعني نقضي ويك اند حالو إن شاء الله يكون ويك اند حالو بإذن الله بنشكر حضرتك الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية وزي ما دايما كده دكتور أحمد على طول معانا على الهوى وبيقول لنا الأخبار دايما أول بأول للأجواء والحمد لله دكتور أحمد طمننا إن الأسبوع ده لغاية آخر الويك اند حيبقى الجو لطيف وحتبقى حتى نسبة الرطوبة يعني بتنخفض أكثر كمان هو قال إنها كمان نزلت 10% أو 10 درجات عشان نبقى دقيقة يعني مش عارفة بالزبط المقياس في درجة الرطوبة ايه ولكن يعني هي قلت أو انخفضت وإحنا طبعا يعني كلنا اليومين اللي فاتوا شعرنا بيعني تحسن جديء كبير في درجات الحرارة طيب معانا حاجة تاني معانا المرور يا ردوة ولا لسه طيب نروح نتواصل معاكم قبل ما نروح للموجز نتواصل سريعا مع الناس علشان صفحة نهار جديد صفحة نهار جديد وهاشتاك نهار جديد دايما تواصلوا معانا معانا مينا بيقول مينا عسل بيقول اللعبة دي خيال طبعا لما كنا بنتكلم في الانترو عن لعبة البوكيمون وبيشرح اللعبة وبيصبح علينا في سيلا في بيقول على فكرة يا لعبة غلطة على الابليكيشن اللي في الفون مفيش الكلام اللي حضرتك بتقولي عليه أنهي كلام يا سيلا في مش عارفة طيب عبد الرحمن مانستر بيقول اللعبة دي خطر جدا ولو صاحب في الهرم وبوكيمون وقع عند الهرم الأكبر هنعمل ايه طيب الناس كلها عمالها تبعت كمانت بتشرح اللعبة على إبراهيم بيقول من رأيي أن اللعبة دي ملهاش أي تلاتين لازمة كل الفكرة أنهما بيشغلوا عقولنا ويخلونا ماشينا على مزاجنا كمان بيقول علي أحمد صباح الفل عليكم بعيدا كله بيعني رافض فكرة اللعبة يعني دي الكومانت يعني شروق شادي برضو أنها فكرة اللعبة لا شروق شادي ليه رأي تاني مختلف بيقول والله أعتقد أن فكرة اللعبة هي روعة وهي كفيلة منها تخلي الواحد بيمشي ويعمل رياضة بس والله إحنا شعب يعني ماشي يعني كومانت أطلعها طويلة جمل كبيرة فأنا بحاول أقرأ بس الأسماء طبعا هنقول بقى الأسماء كده سريعا علي نايل بيصبح علينا وبيل رأيه في اللعبة من هي مش عجباء ماجدي ميجو آي القصيدة معرفش اللي هي ماجي ميجو أنت آي القصيدة يعني أكيد مش عارف أقرده كله على الهواء بس طبعا بنصبح عليك محمود محمد برضو بيصبح علينا باسم مرسي بيصبح علينا ممدوح أحمد بيصبح علينا من تاني؟ طيب خلاص طيب جي بقى معاد الموجز اللي على رأس كل ساعة وحيقدمه لنا زملنا محمد مهدي بيصبح عليك يا محمد ونهار الجديد دايما صباح الخير داليا وصباح الخير على كل استاذ المشاهدين وموجز التاسعة من النهار اليوم أهلا بكم نبدأه من كلية الشرطة حيث يشهد